بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث والعشرون تياشة سليم سليم ولد صغير السن سليم مبتدأ ولد خبر المبتدأ صغير نعط مضاف السن مضاف إليه ولكنه طائش جدا لا يعرف أين يضع سيابه وكتبه فيضيع الوقت في التفتيش عنها الواو حرف عطف لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك والهاء الضمير متسل مبني على الضم في محل النصب اسم لكن طائش خبر لكن جدا مفعول مطلق لفعل معزوف لا نافية يعرف فعل وفعل والجملة الفعلية في محل الرفع نعط لطائش أين زرف مكان وهو متعلق بيضع يضع فعل وفعل سياب مفعول به مضاف هو مضاف إليه وحرف عطف كتبه معطف على سيابه وجملة أين يضع سيابه وكتبه في محل نصب مفعول به للفعل يعرفه ألف حرف عطف يضيع فعل وفعل الوقت مفعول به في التفتيش متعلق بيضيع عنها متعلق بالتفتيش ومرار يتأخر عن الوقت المعين للزهاد إلى المدرسة وحرف عطف مرارا زرف زمان يتأخر فعل وفعل عن الوقت متعلقا بيتأخر المعين نعط للزهاد متعلقا بالمعين إلى المدرسة متعلقا بالزهاد ففي ذات يوم صباحا قالت له والدته يا سليم قد أنه وقت الزهاب إلى المدرسة فتهيأ حالا سمعا وطاعة فحرف عطف في ذات متعلقا بي قالت وذات مضاف يوم مضاف إليه صباحا زرف زمان قالت فعل ناضي له متعلقا بي قالت والدة فعل مضاف هو مضاف إليه يا حرف نداء سليم منادى قد حرف تحقيق أنا فعل ماضي وقت فاعل مضاف الزهاب مضاف إليه إلى المدرسة متعلقا بالزهاب فحرف عطف تهيأ فعل أمر وفاعل حالا زرف زمان سمعا مفعل مطلق لفعل محزوف تقديره أسمع سمعا ألوى وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب طاعة مفعل مطلق لفعل محزوف تقديره أطيع طاعة هل أحضرت السلة التي تضع فيها الزادة هل حرف استفحام أحضرت فعل ناضي والتاء فاعل السلة مفعل به التي اسم مفصول مبني على السكون في محل نصب نعط للسلة تدع فعل وفعل والجملة سلة المفصول فيها متعلقا بالتدعو الزاد مفعل به نعم حرف جواب وتقديرها قال سليم نعم أين كتابك سلاسل قراءة أين اسم استفحام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم كتابك مبتدأ مؤخر مضاف ك مضاف إليه سلاسل بدل مضاف القراءة مضاف إليه وجملة أين كتابك سلاسل قراءة في محل نصب مقول القول والتقديرها قالت الوالدة لا أعرف لا نافية أعرف فعل وفعل أين وضعته أمس بعد أن قرأت درسك أين زرف مكان متعلق بي وضعت وضعت فعل والتاء فاعل هو مفعل به أمس زرف زمان بعد زرف زمان أيضا مضاف أن مخففة من أن حرف مشبه بالفعل واسمها ضامر الشن محزوف قرأت فعل والتاء فاعل درس مفعل به مضاف ك مضاف إليه والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن والمسر المؤول من أنه واسمها وخبرها في محل الجر بالإضافة نسيت نسيت فعل والتاء فاعل والجملة في محل نصب ما قول القول وتقديرها قال سليم فتش عنه عجلا قبل أن يفوت الوقت فتش فعل أمر وفاعل عنه متعلقا بفتش عجلا زرف زمان أو حال قبل زرف زمان مضاف أن حرف نصب يفوت فعل مضارع منصب بأن الوقت الوقت فاعل والمسر المؤول من أنه الفعل في محل الجر بالإضافة فأخذ سليم يفتش عن الكتاب مضطربا ويدور في البيت بدون فائدة الفاوح عرف أخذ فعل ناضي من أفعال الشرع يعمل عملكان سليم اسم أخذ يفتش فعل وفعل والجملة الفعلية يفتش في محل النصب خبر أخذه عن الكتاب متعلقا بيفتش مضطربا حال وحرف يدور فعل وفعل والجملة الفعلية معتوفة على الجملة التي قبلها في البيت متعلقا بيدور بدون متعلقا بيدور أيضا ودون مضاف فائدة مضاف إليه ولما رأته أمه على هذا الحال نحضت لتفتش معه ألوى وحرف عث لما زرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بالفعل نحضت رأت فعل هو مفعل به أمه فعل مضاف هو مضاف إليه والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة على هذا متعلق برأت الحال نعث نحضت فعل وفعل لحرف جر بمعنى كي تفتش فعل مضار منصوب بأن المضمرات بعد حرف الجر وتقديرها لأن تفتش وفعله ضامر مستطر تقديره هي والمستر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجر والمجر المتعلق بنحضت مع زرف مكان مضاف هو مضاف إليه وفي أول خطوة وجدته في أسفل كرسي في حجرته ألوى وحرف عث في أول متعلق بوجدت وأول مضاف خطوة مضاف إليه وجدت فعل وفعل هو مفعل به في أسفل متعلق بوجدت وأسفل مضاف الكرسي مضاف إليه في حجرة متعلق بالفعل وجدت وحجرة مضاف مضاف إليه فالتقطته وأعطته إياه الف حرف عث التقطت فعل ماض وفعله ضامر مستطر تقديره هي هو مفعل به وأين كتاب الحساب لا أعرف ألف حرف عث أخذ فعل ماض هو مفعل به سليم فاعل وحرف عث توجه فعل ماض وفاعل نحو ظرف مكان مضاف الباب مضاف إليه وشمه الجنة متعلق بالفعل توجه وحرف عث عند ظرف زمان مضاف ذلك مضاف إليه سألت فعل هو مفعل به أم فعل مضاف هو مضاف إليه قائلة حال من الفاعل ألوه حرف عث أين اسم ممن على الفتح في محل رفع خبر مقدم كتاب مبتدأ مؤخر مضاف الحساب مضاف إليه لا نافية أعرف فعل وفعل والجنة الفعلية في محل نصب مقول القول وتقريرها قال سليم لا أعرف أهكذا تذهب إلى المدرسة بدون كتب الحمزة حرف استحام لا محل له من الإعراب الهاء حرف للتنبيه لا محل له من الإعراب والكاف حرف الجاد للتشبه زى اسم إشارة مجرور والجار والمجر متعلق بالفعل تذهب تذهب فعل وفعل إلى المدرسة متعلقا بالفعل تذهب بدون متعلقا بتذهب ودون مضاف كتب مضاف إليه فما الفائدة من زهابك الفاو حرف عطف ما اسم استبحام مبتدأ الفائدة خبر أو تقول ما اسم استبحام خبر مقدم الفائدة مبتدأ مؤخر من زهاب متعلقا بمحزوف نعط الفائدة التخدير فما الفائدة الكائنة من زهابك وزهاب مضاف كمضاف إليه اسمع الساعة إنها تدق السمانية اسمع فعل أمر وفعل الساعة مفعل به إن حرف مشبه بالفعل ه اسم إن تدق فعل وفعل وجملة تدق في محل رفع خبر إن السمانية مفعل به إن تأخرت عن الدخول إلى المدرسة في الوقت المعين أعاقب إقابا شديدا إن حرف الشرط تأخرت فعل النظر والتأفعل وهو فعل الشرط عن الدخول متعلقا بتأخرت إلى المدرسة متعلقا بالدخول في الوقت متعلقا بالدخول المعين نعت أعاقب فعل مضارع مبني للمجهون ونائب الفعل ضامير مستطير تقديره أنا والجنة الفعلية جواب الشرط إقابا مفعل مطلق شديدا نعت فأرجو منك أن تساعدين على بجدان الكتاب الفاو حرف عف أرجو فعل وفعل منك متعلقا بأرجو أن حرف النصب تساعد فعل مضارع منسوب وعلومة نصبه حصف نون لأنه من الأفعال الخمسة وفعله ضامير مستطير تقديره هي أو فعله الهياء والنون للوقاية ويأم متكالم مفعل به والمسطر المؤول من أن والفعل في محل النصب مفعل به على وجدان متعلقا بتساعدين ووجدان مضاف الكتاب مضاف إليه وكان يضور في البيت باكيا الوح حرف عف كان فعل ماض ناقص واسمها ضامير مستطير تقديره هو في محل رفع يدور فعل وفعل والجنة الفعلية يدور في محل النصب خبر كان في البيت متعلقا بي يدور باكيا حال فنحض فنحضت أمه مرة ثانية فوجدت الكتاب وراء الخزانات وأعطته إياه ومسحت دموعه وصرفته قائلة له إذا حافظت على الترتيب لم تتأخر عن الدرس ولم تبك ولم تحزن الفاو حرف عطف نحضت فعل أم فعل مضاف مضاف إليه مرة حرف زمان ثانية نعط الفاو حرف عطف وجدت فعل وفعل الكتاب مفعول به وراء زرف مكان مضاف الخزانة مضاف إليه الفاو حرف عطف أعطت فعل وفعل هو مفعول به أول إياه ضامر منفسر مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان واله حرف دال على الغائب المذكري مبني على الضم لا محل مسحت فعل وفعل دموع مفعول به مضاف هو مضاف إليه وحرف عطف صرف فعل وفعل هو مفعول به قائلة حال له متعلق بقائلة إذا اسم الشرط مضاف مبني على السكون في محل النصب مفعول فيه للفعل تتأخر حافظ فعل والتأفعل والجملة في محل الجب بالإضافة على الترتيب متعلقا بحافظ لم حرف الجزم تتأخر فعل وفعل والجملة جواب الشرط عن الدرس متعلقا بتتأخر وحرف وحرف لم حرف الجزم تبكي فعل مضار مجزوم وعلمات جزمه حص حرف العدلة من آخره وفاعله ضامر مستطر تقديره أنت وحرف لم حرف الجزم تحزن فعل وفاعل والله أعلم بالصواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر